صفة الاقتسال الاقتسال على صفتين صفة كاملة مستحبة اقتسال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ أول شيء يغسل الفرجين القبل والدبل ينوي بقلبه يسمي يقسل الكفين يتمطض يستنشق يستنثر يقسل الواجه مع اللحية يقسل اليد اليوم مع المرفقين واليسر كذلك ثم يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين ثم يغسل الشقة الأيمن كاملا ثم يغسل الشقة الأيسر كاملا ثم يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى ويخرج بهذا يصلي الصفة الثانية صفة سهلة مزعة ينوي بقلبه يسمي يعمم جميع البدم بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثم يخرج بهذا يصلي لا يحتاج أن يتوضع ينوي بقلبي نعيد مرة أخرى يسمي يعمم جميع البدم بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار موجبات الغسل متى يجب علينا الاقتصاد من يعرف نعم الأول إسلام الكافر الكافر إذا أسلم لابد يقتسل موت غير الشهيد أي إنسان يموت لابد يغسل إلا الشهيد نعم وخروج المني سواء من مستيقظ أو من نائم أو بالجماع بعد الجماع لابد يقتسل والمرأة إذا طهرت من الحيظة والنفاس لابد تقتسل نعم يجب علينا اشتركوا في القناة